دكتور ماليش الفرس طيب احنا عندنا مساكل كتير في المطاريات انا مش عايز انا مش عايز انا بس اقول حاجة اخيرة الكبد يخضع مش لاختيار المستشفى ولكن ده الاختيار ان اماكن معينة تم الاتفاق عليها ان تكون طيب معانا مداخلة مهمة معانا الدكتور هاني نص رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية اهلا نفسي اهلا نفسي اهلا نفسي اهلا نفسي احنا بنناقش اه مشكلة منطقتي اللي هي حي المطارية بصفة عامة والان نتحدث عن الجزء الاول في الحلقة عن مستشفى المطارية التعليمي وواضح طبعا من التقرير اللي صورناه ان فيه مشاكل كثيرة فيه المستشفى الذي يخدم من خمسة لستة مليون اه مواطن اه مشاكل في البيئة المحيطة بيه اه حيوانات سوريا يعني في الكلمة وقمامة ووسط سوق الخميس وباع جائلين وكل حاجة وايضا نقص الامكانيات في المستشفى لدرجة ان احنا معنا حالات ومدخلات قالوا انه المستشفى الدكات اللي بيطلبوا منهم يروح يجيبوا كانولا ويجيبوا سرينجا ويجيبوا الدواء ويجيبوا كل حاجة في المستشفى والدكتور مجد خلف مدير المستشفى المطارية التعليمه هو قطر خيره بيحاولوا يعملوا في دور الامكانيات لكنه هناك نقص في الامكانيات يا دكتور فضل يا فندي فبحالك دواءة المستشفى المطارية زي ما حالك قلت كده فعليا هي بتاخد من مقامة 6 مليون غير المحافظات المحيطة اليوم لو كالآن على مشاكل المستشفى المطارية هي مشاكل قديمة نتيجة الجزء اللي حالك بتقول عليه السوق الزيال سوق الخميس والمنطقة الحيوانات وحنا حاولنا في القصة دي مرارا وتكرارا لمقل السوق ان ما ينفعش يكون فيه سوق فيه حيوانات وفيه حاجات بتباع حول المستشفى وكل المحافظين في عقبه حول المحاولات الحسيسة انها لغاية الان هي دي مشكلة الاساسية بالنسبة للمستشفى حتى بكمل على الناس اللي قد كسر من الدخول للقروب بالنسبة للمستلزمات احنا مستلزمات عندنا كلنا منذ سنة دي كلنا جايبين لمستلزمات ومن خلال النوقة في برلين لها مستلزمات الطبية وفيه مستلزمات بسيطة ازاي السرنجات والحاجات دي احنا بنابعا بيها من خلال موادس الدولة بنابعا بيها المستشفى فانا ما اجاليش اي شكوى من ادارة المستشفى ان عنده نقص فيه سرنجات او فيه او فيه شاز او حاجات زي كده نجاس اي شكوى مكن ما جاليش شكوى ان فيه نقصة عند الدكتور نجلي في الحاجات دي كل ما يكون في نقصة بينامله اعمل بديه امر بمباشر نستير الحاجات دي طب ليه دكتور ما يبتجبسه بيجيب الام بباشر انا بجيب ما فيه نقصة ها لا ما عليش شكوى لهاك الموقف ده زي متعجده موقف ببساطة جدا ممكن احنا نعرف اليوم اللي جي فيه ومين اللي عمل هذا الموضوع يعني بس عشان يبقى الكلام والاستاذ انتصار لدخلت قاية نفس الموقف يتكرر معه لا هو هذا الكلام على يعني على علاته هنا بيبقى صعب بس نرجو المعارفة لتازل لكن احنا بنجيب اتفضل اذا كل شهر او كل شهرين اتفضل افن انا لا اتوانى ما يكون في اي نقطة بنعمل الامر هواش احنا ممكن يكون حتى ايه ان انا اتعديت الحدوتي في الامر المباشر انه برحبش يبقى فيه نقطة في الهلكات ومدير له في الامر المباشر وانا لها لامر اكبر طبعا فالدكور المجدي بيتخلص الامر المباشر بتاعه وانا بيتخلص الامر المباشر ليه في الاخر عشان مش عاوزين المواصل يعاني من الحاجات لو في حد عمل المواقف ده ارجو ان يبلغ مباشرة وانحنا بنحقق في الموضوع على طول انا بنزل انتعش ان انا عاييني بيش اشتري حاجة او يشير سبينجة منبرقة او او لو في مواقف دي دي ارجو ان احنا مبلغ بيها وانحقق فيها يبقى انا بقول لي سكان المطارية وكل المستشفات التعليمية السكان اللي بس يفيدوا منها اي حد يتقال له هات مستلزمات منبرقة مستهلكات يشكر الدكتور هاني ناصر رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية صح يا دكتور طب هل 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 عندنا كهيئة مستشفيات ومعاهد التعليمية بصفة عامة المستشفيات التابعة لكم المعاهد الموازنة المخصصة لكم كلها فعلا مش مكافية بصراحة بصراحة موازنة مكافية وانحنا نجب ان يطالب بدعم لان في كل الاحوال احنا كنتم تعلمين من المستشفات المسهرية للمواطن ان احنا عندنا كوازر اهم حاجة في اي مستشفى ايه كوازر يتقابل للخدمة فعندنا كثرة حاصيين على البصراحين كان عندنا الفيس دكتور حاصي على البصراح عندنا حوالي خمس سلاب دكتور حاصينا على الماجستير فالمواطن بيصرينا يعمل خدمة عندنا بنعمل اثار مضرية الوقتي بيعملوا اثار وبيعملوا اثارها القلبية واثارة اعصاب عمليات عنيون على مستوى عالي عمليات عنفقوص على مستوى عالي احنا مقدم خدمة فعالية عشان مقدم خدمة فعالية محتاج اللي انا داخل بحاجة اسمها بات كهني موازنة بالدولة محتاجين اللي احنا تزيد وزي دايما بالطالب وطبعا على قدر بقى القزرة بتاها الدولة بتمدين لكن في التأكيد احنا محتاجين زيادة من اعتمد كدير احنا تبقى الرعاق مكون احنا مش قزيين طيب الاستاذ خازم علي من من سكان المطارية دكتور هاني من فضلك فيه امكانية انه ببقى فيه وحدة لعلاج مرضى الكابت بيروس فيه اه منطق اكيد سمعت ان هي بتخدم خمسة ستة مليون تخططها قد تتقع دكتور بعد اذنك خدمة لأهل المطارية الجمال وكل المحافظات المحيطة بيها اللي بتخدمها المستوى شكرا جدا دكتور هاني نصر رئيس هيئة المستشفات المعادة التعليمية علشان اكون برضو موضوعي جاي لنا رسالة على صفحتنا نقول السلب والاجابة او الاجابة والسلبة جاي لنا على صفحتنا رسالة من الاستاذ محمود ابو الفضل استاذ محمود ابو الفضل بيقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ محمود بيقول شهادة حق موقف حصل معي في مستشفى المطارية في شهر تمانية الماضي في اغسطس 2016 دخل والدي المستشفى لم اشهد اهتمام مثل ما حدث من الدكتور كان نائس يموتوا نفسهم ولم يحدث مطلقا معي اي تقسير رغم ان والدي توفي ولكن اشكر كل الدكتورة على اهتمامهم منهم اتنين دكتورة اتنين ولا تلاتة اتنين دكتورة قعدوا اكتر من ثلاث ساعات بعد انتهاء معادة عملهم وعملوا المستحيل في حدود الانكانيات ولم ادفع لهم مليما في المستشفى اتمنى ارسالتي توصل عشان دكتورة المحترمين ياخدوا حقهم ودي شهادة حق امام الله شكرا لكم انت معالي مواطن محترم زي كل معالي مواطنين استاذ محمود ابو الفضل زي ما عندنا ممكن تجاوز او اي حاجة زي ما قاله الدكتور مجدل استاذ حازم ان يقول له هات الكانولا او هات السرنجا في دكتورة عندنا محترمين وده الغالبية يا سوز مجدي مصر بخير الحمد لله اشهادة حق وتفقاد ودي الغالبية تمام واحنا محتاجين امكانيات وبين ناشد رجال الاعمال والتجار الناس بتاع المطارية واللي عندهم فلوس وربنا وإحنا وإحنا للأمانة يا سوز مجدي بس يساعدوا بالتبرعات لأهالي حيهم اللي هم تحت خط الفقر اسمحولي ان احنا ايه رأيك احمد نطلع فاصل عشان في مشاكل في المطارية كتير هنعدي المستشفى وتبقى معنا برضو في مشاكل مطارية لانك انت حضرتك عندك مشاكل كتير حولين المستشفى الاشغالات والحاجات دي